الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام من كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام البخاري هذا الكتاب العظيم الذي قال عنه للعلم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا نتكلم في هذا البرنامج عن أهم المعاني التي وردت في أحاديث صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك نذكر أهم الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث وكذلك نذكر أهم مقاصد سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا أخواني الكريمات ثواني معدودة نستمع له بطانة بطانة تأمره بالخير وتحضه علي وبطانة تأمره بالشر وتحضه علي والمعصوم من عصم الله أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وخالة الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا نزال معكم في شرح كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكنا قد وصلنا في شرح كتاب القدر وحديثنا هذا حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه بوابه البخاري بقوله باب المعصوم من عصم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله يبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا تولى ولاية كان له بطانتان والبطانة والبطانة هم الأولياء الأصفياء الذين يكونون دائما مع هذا المسؤول من ولي الأمر أو ولاة الأمر أو من تحته وتحضه أي تحثه فالرجل إذا تولى الولاية أو الإمارة أو الملك دائما تكون له بطانتان وبطانة الرجل هي خاصته وهذا الآن دائما نشاهده عند الوزير عند الوكيل عند الأمير عند الملك عند المسؤول نجد له بطانة من هذه البطانة هم خاصة والذين يكونون قريبين منه فهذه البطانة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه أي تأمر بالخير بالأعمال الصالحة بالأمر المعروف بالنهي عن المنكر بالعدل بإشاعة الخير وبمحاربة بمحاربة الفساد بمحاربة المنكر بمساعدة الناس ونشر الخير والقضاء على الفساد والمفسدين وهناك بطانة أخرى والعياد بالله بطانة تأمره بالشر تأمره بالشر وتحضه عليه تأمره بالمنكر تأمره بالسوء تأمره بالنهي عن المعروف تأمره بالظلم تزور الحقائق هذا هذا مشاهد في كثير من الدول والله المستعان ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المحفوظة من ضرر بطانة الشر هو من نال حفظ الله وعصمته لا بحوله ولا قوته وهذا ضع شك تذكير للولاة بأهمية التوكل على الله عز وجل وأهمية الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وإظهار ضعف المخلوق وحاجته لخالقه كلنا بحاجة إلى الله عز وجل ما من عمل نعمله إلا ونسأل الله عز وجل التيسير والنجاح والفلاح في كل ما نعمله في هذا الحديث أهمية أن يقرب المسؤول والملك والأمير والوزير وغيرهم من المسؤولين أهل الصلاح أهل الخير أهل العدل من أهل الكفاءة في هذا الحديث أيضا أن تقريبا أهل الصلاح والفلاح معين على التوفيق والهداية وفي ذلك يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن هذا الحديث وبعض الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى يقول هذه الأحاديث مع هذه الآية الكريمة فيها الحث على الأصحاب الطيبين والوزراء الطيبين والحذر من أصحاب السوء ووزراء السوء وعدم تولية الإمارة من طلبها وحرص عليها يقول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء أي الأحباء وهذا فيه الحرص على خلة الطيب والبعد عن خلة السقيم العاصي فينبغي أن يكون أصحابك وأخلاءك من أهل الخير والتقوى والاستقامة وأن تحذر أخلاء السوء أخلاء السوء يعني أصدقاء السوء ثم يقول الشيخ من بعض وكذلك يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ولا شك أنه في هذا الحديث كما يقول الشيخ منباز عليه رحمة الله تعالى وفي هذا أن الله جل وعلا إذا أراد بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إذا ذكر أعانى وإن نسي ذكر وإذا أراد له بخلاف ذلك جعل له وزير سوء إن ذكر لم يعنه وإن نسي لم يذكره وهكذا يقول الشيخ منباز عليه رحمة الله تعالى يقول كل رئيس وأمير له بطانتان بطانة تأمر بالخير وتحثه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه والعياذ بالله فهنا الشيخ منباز عليه رحمة الله تعالى يذكر يقول ينبغي للأمير رئيس القبيلة وأشباههم أن يكون لهم وزراء صدق وأخلاء صدق حتى يذكرهم بالخير ويعينوهم عليه ويجب على الأمير ورئيس القبيلة وأشباههم الحذر من جلساء السوء ومن أخلاء السوء ووزراء السوء ينبغي لولي الأمر أن لا يولي الإمارات من حرص عليها ولا من سأل هذه الإمارة ولا من سألها في كثير من الناس يسأل الوزارة ويطمح أن يكون وزير وأن يكون أمير يطمح أن يكون يعني مسؤول فهذا يقول الشيخ منباز يعني مستاقل لحديث النبي عليه السلام يقول حري أن لا يوفق بخلاف من أكره عليها ولم يحرص عليها أي لم يحرص على الإمارة ولا هذه الوزارة ويقول الشيخ من عثمين عليه رحمة الله تعالى يقول وهذا شيء مشاهد تجد الأمراء بعضهم يكون صالحا في نفسه حريصا على الخير لكن يقيض الله عز وجل له قرناء السوء والعياذ بالله فيصدونه عما يريد من الخير ويزينون له السوء ويبقضون وكذلك يبقضونه لعباد الله وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير الصالح لكن عنده بطانة بطانة خير تدله على الخير وتحثه عليه وتدله على ما يوجب المحبة بينه وبين رأيته حتى يستقيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين وشعوبهم وأن ينفقنا وإياكم لما في الخير وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة